وضع محافظ حضراموت الأستاذ مبخوت بن ماضي حجر الأساس بمدرية حجر لمشروع صيانة طريق وادي حجر الزراعي ميفا الجولة ويهدف المشروع إلى تأهيل وصيانة المواقع المتضررة في الطريق الحيوية الذي يربط مدرية حجر بالطريق الدولي كما دشن محافظ حضراموت الافتتاح الرسمي لجسر النوبة بمدرية حجر مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بمدرية حجر الثورة مصنع الرجال ومدد قوات النخبة الحضرامية ترجمة نانسي قنقر